اشتركوا في القناة على اقاع النشيد الوطني دفعة جديدة من ضباط اكاديمية سعد العبدالله يؤدون القسم في حفل تخريج توج بالحضور الاميري الحكومة تهرع لتأكيد رفضها المساس باي قبيلة كويتية والعبدالله يستعجل اصحاب الشأن باقرار قانون حماية الوحدة الوطنية تم تنسيق مع الاخوة في الحكومة ليكون هناك اجتماع في اللجنة المالية بخصوص موضوع الاضرابات سنتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة طلب نيابي للوقوف عند ازمة الاضرابات في جلسة خاصة ولجنة المتابعة الوزارية تدرس سبل الاستعانة بقوائم المتطوعين هذه مين حرية؟ هذه خروج على القانون وخروج على الشريعة وخروج على التقاليد وعراف المجتمع يجب ان نتذكر ان الكويت دولة مدنية يحكمها القانون والدستور الكويتي وفي نشرتنا اقتراح قانون الحشمة بين الدعوة الى احترام تقاليد ومبادئ الاغلبية والاعتراض على اقتراحات قد تقيد الحرية نشرة الاخبار تأتيكم مفصلة من تلفزيون الرأي نستهل نشرتنا من اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية التي شهدت حفل تخريج الدفعة الثامنة والثلاثين من طلبة الضباط والدفعة الثالثة والعشرين من الطلبة الضباط الاختصاص والدفعة الرابعة من طالبات معهد الهيئة المسندة وذلك برعاية وحضور امير البلاد الشيخ صباح الاحمد القائد الاعلى للقوات المسلحة وشهد الحفل ولي العهد الشيخ نوافل احمد ورئيس مجلس الامة احمد السعدون ورئيس مجلس الامة السابق جاسم لخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس الحكومة السابقة الشيخ ناصر لمحمد وكبار الشيوخ والمسؤولين في الدولة والقى مدير عام الاكاديمية سعد العبدالله للعيوم الامنية كلمة تقدم فيها بالشكر الجزير لامير البلاد على رعايته السامية لحفل التخريج مؤكدا استمرارية عطاء ابنائه من طلبة الاكاديمية للكويت مسلحين بالمعرفة والعلم من اجل رفع رايتها خفاقة عالية الحكومة بجميع اجهزتها لا تقبل الاساءة لاي شريحة من شرائح المجتمع او اي قبيلة من قبائله او فئة من فئته بهذه الكلمات اكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك عدم قبوله الاساءة لابناء المجتمع الكويتي مشددا على ضرورة استعجال الجهات المعنية في اقرار قانون حماية الوحدة الوطنية الوزير اضاف ايضا بان فريق وزارة الاعلام يعكف على رصد كل ما من شأنه مخالفة قانوني المرء والمسموع والمطبوعات والنشر تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين موضحا ان التعامل مع هؤلاء سيكون بشكل صارم وحازم متابعة للتطورات مظاهر الاضراب والامتناع عن العمل التي يقوم بها العاملون في بعض الجهات الحكومية التأم اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمظاهر الاضراب برئاسة الشيخ جابر لمبارك رئيس مجلس الوزراء وقد اطلعت اللجنة على عدد من التقارير المتعلقة باخر المستجدات حول الاثار المترتبة على هذه الاضرابات والاضرار والخسائر التي نتجت عنها على مختلف الاصعدة وما ادت اليه من تعطيل مصالح البلاد العليا وخدمات ومصالح المواطنين كما استعرضت اللجنة قوائم المواطنين والشباب الذين تقدموا برغبتهم للعمل لتعويض اي نقص في الاجهزة الحكومية التي طالتها مظاهر الاضراب وتدارست السبل العلمية الكفيلة بتنظيم الاستعانة بهم لتسيير العمل في تلك الجهات بما في ذلك الاعتبارات القانونية والمهنية اللازمة في هذا الشأن وعبرت عن عظيم الاعتزاز والتقدير لهذه المبادرة الوطنية الطيبة وفي السياق استمعت اللجنة الى مقترحات الجهات المعنية ووجهات النظر الهادفة الى تجنب تعطيل مصالح المواطنين وحمايتهم من التعرض الى المزيد من الاضرار والخسار في بيان له اعرب مجلس ادارة نقابة الكويتية عن اسفه لقطع المباحثات والمفاوضات مع الحكومة ففي اجتماع له اكد مجلس الادارة ان اعضاءه فوجئوا ودون سابق انذار بالغاء الاجتماع المزمع عقده اليوم مع رئيس الوزراء بدعوة انه لا يريد مقابلة ممثلين نقابات ما لم يعلقوا اضرابهم وفي ختام الاجتماعات قرر مجلس ادارة الكويتية بالاجماعة الاستمرار في الاضراب وعدم السماح لاي رحلة بالاقلاع عدى الحالات الانسانية على ان يكون التدقيق على اجراءاتها من قبل ادارة الخدمات الخاصة كما اكد عدم التفاوض مع اي طرف قبل الموافقة المبدئية على اقرار مطالب المجلس المتفق عليها مع الحكومة وكما اكد ايضا على نية المجلس ابلاغ الاتحاد الدولي للنقل الجوي باخر المسجدات والاجراءات التي اتخذتها النقابة في سياق متصل اكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني فواز الفرح ان توقف رحلات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بسبب اضراب العاملين فيها والشركات التابعة لها لن يؤثر على حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي واضاف الفرح ان هناك 44 شركة طيران عربية واجنبية تشغل رحلاتها بصورة منتظمة الى المطار اضافة الى طيران الجزيرة موضحا ان هذه الشركات العالمية تربط مطار الكويت بمختلف المطارات العالم وانه بامكان المسافر من الكويت ان يختار شركة الطيران المناسبة حسب رغبته للسفر الى مقصده النهائي كما اكد الفرح انه وفي حال توقف المؤسسة عن تقديم الخدمات الارضية لطائرات الشركات الطيران التي تخدمها فانها ستستعين بخدمات الوكيل الاخر التابع للقطاع الخاص حرصا على مواصلة رحلاتها ولم تقب قضية الاضرابات عن اهتمام النواب بل سارع عدد منهم الى تقديم طلب لعقد جلسة خاصة للوقوف عند الاجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة الازمة ودراسة سلم الرواتب وفي الاطار ذاته تعقد اللجنة المالية اجتماعا خاصا عاشية الجلسة للاستماع الى الرأي الحكومي بشأن الحلول المقترحة للحد من تفاقم موجة الاضرابات رباب الداح والتفاصيل استمرارا لاجتماع كتلة الاغلبية امس والتزاما بقراراتها سنتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الطلبات المتنوعة بزيادة الرواتب والكوادر وما ناتج عنها من امتناع عمل في كثير من الجهات الحكومية وبالفعل تقدم عدد من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة آخر المستجدات بشأن اضرابات الموظفين في قطاعات الدولة وبناء على الطلب النيابي هذا تعقد اللجنة المالية يوم الأربعاء اجتماعا نيابيا حكوميا للوقوف عند الإجراءات الحكومية المتبعة لمعالجة الأزمة تم تنسيق مع الأخوة في الحكومة ليكون هناك اجتماع في اللجنة المالية بخصوص موضوع الأضرابات والمرتبات وزيادات المرتبات والكوادر واللجنة المالية نسقت مع الحكومة لأنه لا يوجد لدينا تكليف من قبل المجلس لدراسة هذا الموضوع فالأمر تم بطلب من الحكومة ولأنه يجب أن يكون هناك صوت واضح يضع المصلحة العامة للبلد في عين الاعتبار ونريد أن نستمع من الحكومة عن كل ما قامت به من إجراءات وعن الأرقام الحقيقية وعن تفاصيل كل الأمور التي قاعدت تحدث وموقفها أيضا تجاه ما يحدث في البلد القضية التي فرضت نفسها على الساحة المحلية كانت محل متابعة نيابية حيث ناشد عدد من النواب المضربين عن العمل بالعودة عن قرارهم فيما وعد آخرون بإيجاد حلول جذرية لهم وفق الأطور الدستورية لكم كل التقدير وطلباتكم محل نظر ومحل احترام وكل من له حق سيأخذ هذا الحق لكن رأفة بالكويت نرجوكم رجاء أوقفوا هذه الأضرابات مطالبة الكويتية ومطالبة الجمارك مختلفة وتمثل التزامات سابقة يجب على الحكومة الحالية التزام فيها والوفاء بها دور الأكبر علينا كممثلين للشعب يكون داخل قاعة عبدالله السالم لذلك ارتأوا أخوان النواب أن نعقد جلسة خاصة لمناقشة آخر التطورات وقد وعد أكثر من نائب الموظفين في الجهات الحكومية المضربين عن العمل بتقديم تشريعة تلبي حقوقهم المشروعة رواب بداح الراي في موضوع آخر استنكر رئيس كتلة العدالة البرلمانية النائب محمد هايف لمطيري الانتقادات التي طالت كتلته إزاء اقتراح قانون الحشمة مؤكدا في تصريحه للراي أن الشعب الكويتي الذي أوصل الأغلبية المحافظة إلى المجلس يتوجب عليه أن يحمل أفكارها ويتبنى نهجها توصيل الشعب الكويتي لهذه الأغلبية يعني أنه يحمل أفكار هذه الأغلبية ويتبنى هذا النهج لذلك من ينادون بالعلمانية أو فصل الدين عن السياسة هذه أنا أقول أنها أقلية جدا لا تمثل الشعب الكويتي ولا تمثل يعني السواد الأعظم منه نقيد حرية القليل في مقابل فتح الباب لحرية الكثير هذا أولى والذي يدعي أن هذه حرية أنا أشوف أن هذه من حرية هذه خروج على القانون وخروج على الشريعة خروج على التقاليد وأعراف المجتمع الرد على تصريح رئيس كتلة العدالة جاء على لسان شريحة من المجتمع التي أكدت رفضها للاقتراح غير الدستوري الذي يقيد الحرية الشخصية وفي السياق جرى التأكيد على أن الكويت دولة مدنية يحميها الدستور ردود الفعل على اقتراح قانون الحشمة في تقرير سامر شدياق هي تدخل بمظهرها الأنيق والمحتشم وأخرى تخرج بمظهر لا يقل أناقة أو حشمة ويقفل الباب على الجدلية القائمة حيال مسألة لا تعرف معيارا محددا في بلد يكفل دستوره الحرية الشخصية أولا نعيب استخدام كلمة حشمة يعني أنت لما تقول حشمة يعني قاعد تقول أن المرأة الكويتية ماشية مو متحشمة شنو شايفنا مفصخين بالشوارع المرأة الكويتية فيها حشمة من داخل بدون محد يقول لها احتشمي في أمور في البلد واضحة الكل يشتكي منها الصحة عندنا مستشفيات تفشل التعليم ضعيف المناهج فاشلة تنمية اقتصادية ما في مصادر طاقة غير النفط شنو أكو حق المستقبل حق الأجيال مو مهم هذا كله حطينا بصوب وحطينا دوبهم دوب المرأة شنو تلبس وتحط بوتوكس ولا ما تحط بوتوكس الكويت التي تتطلع إذن إلى العمل الجاد وفق خارطة طريق إنمائية وعمرانية ستبقى دولة مدنية حاميها الدستور يجب أن نتذكر أن الكويت دولة مدنية يحكمها القانون والدستور الكويتي بمواد التي تكفي الحرية والمساواة والعيش السليم والآمن نحن مسلمين وآبائنا ربونا على الإسلام واحترام ديننا الإسلامي لم يحجروا علينا لا بالتعليم خارج الدولة ولا بالتعليم داخل الدولة ولم يحرمونا من ممارسة أعمالنا ونشاطاتنا ونحن ننهض في الكويت جنبا إلى جنب مع الرجل الكويتي فما حدث هي نوع من للأسف الشديد إقصاء المرأة فقط لا غير إذا اليوم يطالبون حتى في إقرار الحجاب وإن يكون الحجاب واجب يمكن أن يقررون حق الشباب اللحية واجبة ممكن اللبس الرسمي أخليه دشداشة غصبا على الكل ومحد يلبس غير هذا الشيء هذا الشيء سيرجعنا أكيد لورا هذا أكيد لا يوجد تطور حق الدولة هذا يلقع ينسون وظيفتهم كنواب للأمة عشان نطور البلد نخدم البلد أمة بالعكس يضرون البلد ويعيشوهون صورة البلد زيادة وعلى الخط نفسه تحدث اللغة الشعبية بكافة شرائحها رافضة الوصاية على الحياة الخاصة البلد خاصة نحن بلد منفتح في عندنا كذا جنسية يعني كذا يعني ديانات موجودة مو أنا أفرض عليهم أنك أنت تلبس أم ما تلبس بالأكس يعني ودين مو بالإكراه يعني خاصة بالحجاب يعني الجميع كل مواطن حقه وهذه تدخلاك يعني من أعضاء محسوبة على ناس ولا أكثر ولا غلط هو حرية شخصية يعني مو شرط واجب أنت حريتك أنت حب هذا شيء من داخلك راح ألبسه بس إنه مو الزامي طيب أوكي ألبس أحجاب يمكن ما تغييت في بعض الضوابط ألبس أحجاب في الضوابط ثاني ما تغييت فيها ألبس أحجاب وأنا مو مقتنع فيها لا يعارض اثنان مبدأ احترام الأداب العامة ومراعاة النظام العام إلا أن تقييد الحرية الشخصية أمر ستتصدى له شريحة كبيرة من المواطنين إذا اكتراح تشريعية غير دستورية سامر شديق نامور الراي أقامت اللجنة المنظمة لمسابقة السيارات الفارهة حفلا مميزا تم خلاله تكريم الفائزين بمسابقة كويت كونكوردو أليجانس التي خطفت الأضواء في نسختها للعام 2012 بمشاركة واسعة من قبل العديد من المقتني السيارات الذين أتوا من مختلف دول العالم لحضور المسابقة وتم تكريم الفائزين في حفل جماهري أقيم بحضور وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان صباح السالم والذي أعرب عن سعادته بهذه المناسبة موجها الشكر لراعي هذه الرياضة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد سعدني في هذه الليلة أن نوب عن سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في تقديم جوائز التقدير والتكريم للقائمين على مسابقة الكويت لسيارات الفارهة هون كوردو الليغانس الثالثة والتي لقيت نجاح باهر ووضعت الكويت في مصاف العالمي لهواة هذه الرياضة لسيارات التاريخية المهمة الشكر كل الشكر لراعي هذه الرياضة وشكر موصول للقائمين على متحف الكويت للسيارات التاريخية لأخذ العز حاق والشيخ مبارك صباح السالم الحمود وكافة أعضاء اللجنة المنظمة على نجاحهم الكبير في تنظيم لهذا الحدث العالمي المهم ازرع بسمة على شفاه المرضى شعار أطلقته جمعية صندوق إعانة المرضى على ملتقى البسمة الذي أقيم برعاية الشيخ فيصل المالة الصباح وتسعى الفعالية إلى الارتقاء بالجهود الرامية لتعزيز مستوى العطاء للمرضى وغرس مفاهيم العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وسيجتمل الملتقى على فعاليات اجتماعية ودينية وصحية وترفيهية لنشر العلم النافع والمواضيع الهادفة والساعية إلى مساعدة المرضى وتقديم العون لهم هذا المشروع وهذا العمل الطيب وهذا الذي تقومون فيه اليوم في هذا الصندوق أنا جدا فخور ومحل تفاخر فيه وأيضا أنقل إليكم تحيات القيادة السياسية العليا وعلى رأسها سيدي حضرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح وضع الله ورعاه وسيدي سمو لي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أحمد الله وسيدي سمو رئيس الوزراء وسلمون كلهم عليكم وتمنون لكم دائما التوفيق والنجاح الحكومة في كل أطاها تحت أمركم بأي شيء وأنا بشخصي المتواضع ما أستطيع أن أقدم إليكم على قدر حجمي بأي نوع من أنواع الدعم أنا حاضر وبكل باب مفتوح قبل وقل نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل البلد يوافق على إطلاق اسم شيخ قبيلة العوازم على شارع الغوص أهلا بكم من جديد وفق المجلس البلدي في جلسته على إطلاق اسم شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع على شارع الغوص في محافظة بارك الكبير في الجلسة التي قدم فيها الطلب وقد استعرض المجلس في جلسته عددا من القضايا بما فيها أبراج الاتصالات المخالفة والقريبة من السكن الخاص كما انتقدت عضو المجلس جينان بوشهري ما أسمته بالسابقة الخطيرة التي تفرغ اللجان من محتواها عبر تفرد رئيس اللجنة وانتقائه لبعض المعاملات دون عرضها على اللجان الداخلية للمجلس اليوم كانت في سابقة خطيرة في المجلس البلدي وهي تفريغ حقيقة اللجان من اختصاصاتها ومن محتواها وتفرد رئيس اللجنة باختيار وانتقاء ما يراه هو بذات أهمية وانتقاء لمعاملات بذاتها وعرضها على المجلس البلدي دون عرضها على اللجان احنا رفضنا حقيقة هذا التصرف أكدنا على ضرورة أن تضع اللجان توصياتها على كل ما يحال لها خاصة أن عندنا محاملات في لجنة حولي محالة صلها أكثر من سبع وثمانة شهر فشنو معيارنا في تحديد أهمية هذه المعاملة من غيرها تفاجأنا بأن رئيس لجنة حولي انتقى سبع معاملات وعرضها في رسالة واردة إلى رئيس المجلس البلدي حتى السكن الخاص تم غزوه من قبل الشركات وزراعة الأبراج فيها أخ الرئيس لذلك اليوم أخ الرئيس ما هي من المكافأة أني أنا أكافؤهم وأعطيهم أبراج وهم عطونا في اجتماعات عدة أخ الرئيس واعتمدوا كلامنا بإزالة جميع الأبراج المخالف أخ الرئيس ولذلك ولا شركة تمت إزالة بل بالعكس زاد من انتشار هذه الأبراج وأبراج الاتصالات أخ الرئيس بطريقة عشوائية وبالسكن الخاص وبالمستشفيات وبوزارة الداخلية وبجميع الجهات الحكومية نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل النادي الكويتي للرماية يستعد لاستضافة الحدث العالمي بإقامة بطولة الأمير السنوية الكبرى أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية شارفت فعاليات بطولة الكويت الدولية المفتوحة للبولينغ التي تقام يوميا على صالة كوزمو برعاية الشيخ ناصر لمحمد الصباح على الانتهاء بعد أن وصلت منافساتها للأدوار النهائية بمشاركة أكثر من مئة لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية والأجنبية يمثلون أبطال اللعبة في العالم ومن المصنفين الأوائل ومن بينهم تأهل اللاعبان الكويتيان عبدالله خالد وخالد لدبيان إلى الأدوار النهائية وتختم بطولة الكويت الدولية بإقامة بطولة التور الآسيوية باختيار أفضل ستة عشر لاعبا تقام بينهم بطولة لاختيار الأفضل تنطلق يوم غد الثلاثاء على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولومبي للرماية الفعاليات الرسمية لبطولة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الدولية السنوية للرماية بإقامة حفل الافتتاح بحضور ممثل أمير البلاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أحمد لرجيب وأكمل نادي الكويت للرماية كافة الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي الذي يشارك فيه أكثر من خمسمائة رام ورامية إضافة للإداريين والفنيين وستشمل البطولة التي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجالي على منافسات الرماية الأولمبية في أسلحتي الرصاص والخرطوش يطوي فريق القادسية صفحة البطولات المحلية مؤقتا بعد أن خسر في الجولة الأخيرة من بطولة الدور الممتاز لكرة القدم أمام فريق العربي ليستضيف فريق الاتحاد السوري ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد السوري ويدخل الأصفر بثلاث نقاط جناها من فوز في الجولة الأولى على فريق السويق العماني في حين يلعب فريق الاتحاد السوري بنقطة واحدة من تعادن في الجولة الأولى أمام فريق الفيصلي الأردني وتعتبر المباراة على أرض فريق الاتحاد السوري بعد قرار الاتحاد الأسيوي بمنع لعب الفرق السورية على أراضيها بسبب الأحداث الجارية هناك وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقعنا على اليوتيوب على التويتر الراي ميديا جروب وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر موقعنا على اليوتيوب الراي يوتيوب في أمان الله